يبدو أن الحرب في غزة على وشك دخول مرحلة جديدة مع إبلاغ إسرائيل أكثر من مليون ومائة ألف مواطن بمغادرة شمال القطاع إلى مناطق جنوب ودي غزة خلال 24 ساعة المنطقة المراد إخلاؤها هي محافظة شمال غزة التي تضم بحسب تقديرات أممية ما يزيد عن 440 ألف نسمة تليها محافظة غزة أكثر محافظات القطاع كثافة ويقطنها 750 ألف نسمة طبعا هنا نتحدث عن 440 ألف نسمة عن شمال قطاع غزة وهذا الرقم لاحقا سنشاهده الآن نتحدث عن 750 ألف نسمة هذه المحافظة تضم مدينة غزة بما تمثله من رمزية في الحروب السابقة وهذه الدائرة حاليا في مدينة غزة ألقت طيران الإسرائيلي منشورات تدعو السكان لمغادرة إلى مناطق جنوب وادي غزة هذا الوادي الذي سيظهر لاحقا هذا الوادي يمثل الحدود الجنوبية لمحافظة غزة ويقسم القطاع جغرافيا إلى قسمين شمالي وجنوبي بحسب المسعى الإسرائيلي يجب إخلاء مسافة تمتد على الأرض لـ 19 كم وصولا إلى البحر من أصل 41 كم تمثل كامل الشريط بين غزة وإسرائيل هنا ينبغي على السكان التوجه إلى محافظات أخرى كالمحافظات الوسطى ومحافظة خان يونس ومحافظة رفح الأعين هنا تتركز على الأخيرة محافظة رفح لماذا؟ لأن الجيش الإسرائيلي في منشوراته التي ألقاها على غزة حدد منطقة وصفها بمنطقة المساعدات الإنسانية لكن لم يتبين كيفية أو إمكانية وصول هذه المساعدات إلى هذه المنطقة خاصة وأنها بعيدة عن معبر رفح وبعيدة بشكل أكبر عن مطار العريش الذي دعت مصر لإيصال أي مساعدات لغزة عن طريق هذا المطار لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات